الأبواب الخامسة أول خمسة أبواب في كتاب التوحيد هي في قسم المقدمة أول باب باب وجوب التوحيد لأن التوحيد هو أوجب الواجبات وولا الأواجبات وطبق الانبياء والرسول عليهم الصلاة والسلام اللح سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والرسول عليهم الصلاة والسلام لطبق الناس للتوحيد لماذا جاء بيشي؟ لأن أول شيء إذا عرفت وجوب التوحيد أرادني أشوّقك لدراسة التوحيد و التوحيد له فضاء الكثيرة منها تكثير الحسنات تكثير السيئات بعد أن أعرفت وجوب التوحيد و تشوّق إليه أراد منك أن تحقق التوحيد بالباب الثالث تحقيق التوحيد يكون بتخليص التوحيد تنقية التوحيد تصفية التوحيد من الشرك من البدع من المعاصد توقفية التوحيد من الجبنية التوحيد يتعلمون يجب أن تكثير تنقية التوحيد تتعلمون تتعلمون يجب أن تتعلمون ويسأل الانبياء والرسل تحقق التوحيد بل اقتداع بالنبي صلى الله عليه وسلم فبعد أن تحقيق التوحيد من تحقيق التوحيد لا بد أن تخاف من الشرم فبعد أن تحقيق التوحيد لن يدعو إلى التوحيد فبعد أن تحقيق التوحيد كانت تحقيق التوحيد